صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ما فيه شك ان السوشيال ميديا بقت واقع واقع موجود في حياتنا والمفروض ان احنا نتعامل مع هذا الواقع بشكل ايجابي وبشكل متزن يعني مش المفروض مثلا اننا نعيش ساعات كتيرة كل يوم على السوشيال ميديا ويبقى فيه عملية افراط لدرجة تخلينا نهمل في حياتنا الشخصية او نهمل ايضا في حياتنا العائلية لكن للأسف بنلاقي الناس بقت عايشة جوة البيت مع بعض لكن كل واحد في جزر منعزلة زي ما بنقول كل واحد ماسك الموبايل كل واحد عايش مع العالم الافتراضي الخاص به ومالوش دعوة بالتالي يعني بنلجأ لبعض ممكن احنا لو عاوزين حاجة من بعض بنكلم بعض على السوشيال ميديا ويحنا جوش نفس البيت والله اعرف ناس كده الشكل ده بنتعاون مع السوشيال ميديا بيكون يعني عنده تأثير كبير جدا على حياة الناس الشخصية وكمان على الصحة النفسية البعض ممكن بيطلقوا عليه كلمة هوس السوشيال ميديا ده ممكن يكون جزء من أسباب زيادة حالات العنف الأسري خلينا نناقش ده النهاردة في فقرتنا اللي موجودة معانا في الستوديو الدكتورة مونة حمدي استشاري الصحة النفسية أهلا وسهلا بيك أهلا بيكو صباح الخير على المشاهدين صباح الخير صباح النهار دكتور عندك سوشيال ميديا؟ أكيد طبعا تستخدميها ازاي؟ بحاول على قدر الإمكان بعد المقدمة دي وأكيد إحنا كلنا زي ما كان بيقول أحمد زاكي في الفيلم بتاعه كلنا مدمنون لا أسسني أحد ولكن إحنا مطالبون طول الوقت أن إحنا نحاول نسيطر على ده وكلما كان وعي الإنسان وثقافته عالية ده بيساعده على أن هو يقوم إدمان السوشيال ميديا ففعلا غالبية الناس مش هتقدر تستغنى عن السوشيال ميديا وفعلا زي ما أنتو قلتو بتسبب حاجات كتير والاضطرابات نفسية والاضطرابات الشخصية ده مش إحنا اللي بيقولوا أو إحنا لسه بدئين نكتشفوا لما بتبدأ الزوار تظهر هو ده حصل ليه؟ هو ده حصل ليه؟ لكن قريدي فعلا برا اللي هم صنعوا السوشيال ميديا هم الدراسات بتاعتهم بتثبت أن فعلا السوشيال ميديا بتغذي الاضطرابات النفسية واضطرابات الشخصية واعتلال المزاج والميل للعنف والعصبية والعدوان طب يا ترى هو ده بيحصل ليه؟ وما إحنا ليه أصلا بنيد من السوشيال ميديا؟ ده هو السؤال الرئيسي هل فعلا السوشيال ميديا إدمان؟ أيوة السوشيال ميديا إدمان ده تم تصنيفه في الدليل التشخيصي والإحصائي للصحة ترابات النفسية والعقلية دي اس ام وتحديثاته كلها خلاص صنفوه أنه هو أريدي فعلا يعتبر من أنواع السلوء الإدمان السلوكي أنه عندنا إدمان مش بس مواد وعقاقير ومخدرة ولكن هناك الإدمان السلوكي ونمبر وين فيهم طبعا إدمان السوشيال ميديا أو الإنترنت هو إدمان سلوكي فيه كاتبة مهمة وطبيبة نفسية وأستاذة في جامعة استانفورد اسمها أنا لمكي كتبت كتاب اسمه وطن الدوبامين ليه بقى قالت وطن الدوبامين على السوشيال ميديا؟ لأن أصلا الصفة الإدمانية بتاعت السوشيال ميديا جاية أساسا من فكرة أنه بيحفز إفراز الدوبامين هذا الهرمون أو المادة الكيميائية العصبية المسؤولة عن إحساس والشعور بالسعادة الناتج عن الإنجاز أو الانتصار أو النشوة ثم أنا عايزة أسألك بعد إيه الغلط أن الناس تبقى حاسة أنها تحققت لما بتعمل حاجة على السوشيال ميديا؟ خلينا نقول أن فيه فروق فردية بوسط الناس الكتير إحنا مش بنتكلم عن السوشيال ميديا اللي بتقدي لإنعزال وتخلي الناس تبعد عن بعض إحنا بنتكلم عن أن الناس قد تكون لها ظروف خاصة وتبقاش عارفة تتواصل مع الآخرين بتبقى مكسور خطرها كده لو يجوز لنا استخدام التعبير الداري من خلال السوشيال ميديا بتقدر تعمل علاقات حتى وإن كانت غير حقيقة ولكن ده بيسبب لها السعادة وبيسبب لها التعايش مع الآخرين وحد ما يكونش عنده القدرة الجسدية أنه يتحرك كويس قوي على السوشيال ميديا بيلعب برياضة من ألعاب الفيديو جيمز والحاجات دي بتحسسه أن هو قادر يعمل ويتحرك وينطو تحسسه بالفيمة ليه تبقى وحشة؟ نفس السؤال ده سألته أنا لكمي في الكتاب بتاعها ده هو إحنا ليه بقى مدلقين؟ طرح ما إحنا بنقول أصلا أن السوشيال ميديا بتسبب إفراز الدوبامين وإفراز الدوبامين يسبب لنا السعادة فما المشكلة؟ إيه القلق الكبير ده؟ إنه وإحنا مش عايزين نبقى سعادة؟ وإحنا مش عايزين طول وقت يبقى عندنا إفرازات سعادة؟ الحقيقة إن هي جاوبت على السؤال ده وهجاوب برضو على حتة أنه بيحقق لبعض الناس بعض القيم المفقودة في حياتهم هي جاوبت على السؤال ده وقالت أن علماء الأعصاب اكتشفوا ودي حقيقة في طبيعة المخ والأعصاب أن المناطق التي تعالج الألم والسعادة في المخ هي نفس المناطق العصبية والدماغية فبحيث أن الدماغ البشري والجسم بصفة عموجة حتى الجهاز النفسي بتاع الإنسان بيميل إلى ظاهرة اسمها هوميوستيسيس هوميوستيسيس ده اللي هو إعادة التوازن كلما زادت جرعة السعادة في الدماغ يبتدي الجسم العقل أو المخ يبتدي يقلل تاني ويفرس حاجات كيميائية تعادل السعادة دي عشان ما تكونش مفرطة فيبتدي يخلي فيه ألم وبعدين بعد كده يوصل لمرحلة إن هو حالة الملل بقى أو اللي هو اللاشي ده بيفسر كمان فكرة إن أحيانا بعد إنجاز كبير أو مواقف سعيد إحنا أحيانا بنشعر بالإحباط ونبقى مستغربين إحنا ليه عندنا إحباط ده لإن حصل إفراز كبير جدا لكمية من الدوبامين والشعور بالسعادة فالعقل عايز يرجع لحالة الهوميوستيس دي فبيبتدي يقلل لك المستقبلات الدوبامين ويفرز لك مستقبلات ألم طيب بالنسبة للناس بقى اللي حديك بتقولي آه عندهم حاجات عايزين يعوضوها مش قادر يتحرك إمكانياته المادية ضعيفة عايز يحقق لنفسه شوية متعة إيه المشكلة؟ المشكلة إن إحنا ما بنقولش ما بندنش السوشال ميديا إحنا بنودين سوق الاستخدام برضو فيه كتب كتير اتكلمت عن يعني مثلا لما هنيجي نقترح بعد كده نقول طب إيه الحل لو فيه حد وصل لمرحلة إدمان السوشال ميديا إيه الحل فيه كتب كتير اتكتبت عن الحمية الرقمية بيقولوا عليها دايت زي ما احنا بالضبط لما بيحصل لنا حالة تعب في المعدة أو القولون أو ارتفاع في ضغط الدم نروح للطبيهي وقلنا إيه انت محتاج حمية غذائية دلوقتي المعالج النفسي لما بيلاقي حد مضمن ألعاب فيديو ألعاب كمبيوتر ألعاب استراتيجية الحاجات دي على فكرة بتسبب اكتئاب وتسبب عنف وتسبب عصبية عزلة وعزلة والإيجو الناركسية التمركز حول الزات تمام فبيقولوا انت محتاج ان انت تعمل حمية غذائية بدل ما يديله أنت دي بريزنت لأن طبعا كل الدراسات أثبتت إن إدمان السوشال ميديا إحنا بنقولش السوشال ميديا لكن بنقول إدمان السوشال ميديا هو بيسبب دكتوري بأحنا كده إحنا متفقين على إن السوشال ميديا تحولت لأحشية جوانب إيجابية طبعا تحولت لإدمان بالزبط وزي ما فيه سلب بالضرورة وبالتأكيد فيه إيجاب طبعا وبيكون الإنسان هو سيد قراره في فكرة تعاود تاخد سلبي فقط ولا تاخد إيجابي ولا إيجابي مع جزء من السلبي لكن إحنا النهاردة يمكن الهدف الرئيس اللي إحنا نتخلص من هذا يعني السيطرة أو هذه السيطرة من السوشال ميديا أو التليفون اللي أنا على طول قاعد عليه وبتكلم عليه خليني أسأل حضرتك هل السوشال ميديا لها علاقة بالعنف الأسري طبعا يعني إحنا مؤخرا بنا نشوف حالات عنف أسري كتير جدا إحنا بنشوف الناس جوه البيت عصبية دون سبب ما هو نفس القصة بأ هو الدوبامين بيعمل إيه زي المدمن شوف هم درسوا لقوا أن دماغ المدمنين على المواد المخدرة والعقاقير اللي هو الإدمان المواد المخدرة هو نفس التركيبة بتاعت الدماغ أو الحالة في حالة إدمان السوشال ميديا وعلى فكرة نضيف له كمان إدمان السكر اللي الناس بنطلب منه إنه هم يصوموا عنه فهم اقترحوا السبب إيه الحل إيه إن إحنا نعمل الصوم الدوبامين أنا قصومة عن الدوبامين طب ده هيحصل إزاي حضايك بتقول إن إحنا بيسبب عنف طب هو بيسبب عنف ليه وهنا دلوقتي زي المدمن هو من المدمن لما بتمنع عنه المواد الإدمانية مش بيحصل له أرق طوطر أعراض الانسحاب اكتئاب اعتلال المزاج وبيحصل له ميول عدوانية وأنف نفس الأعراض دي بتحصل لما بسحب السوشال ميديا من الشر طبعا طبعا لإن أنت أفقدته مصدر الدوبامين مصدر السعادة انت دلوقتي بس ده مش أي شخص ده للمدمن فقط مش كده بصي حقول لحضرتك حاجة هي دلوقتي أو الهابي يوزر يعني إيه إيه الفرق ما بين إفراز الدوبامين العادي وإفراز الدوبامين المضر أو الدوبامين اللي بيفرز عن طريق اللي هو الإجباع الفوري اللي بتحققه حاكتين الأكل القهري أو زي بيقولوا اترابات الأكل وتعاطي السوشال ميديا هنقول عليها تعاطي تعاطي بمعنى التعاطي فعلا إن أنا أدمنت السوشال ميديا وطبعا ده ليه علامات وزواء فأنا دلوقتي إيه الفرق بقى لو أنا قعدت مع حد صديق أو أقمت علاقة اجتماعية بيفرز الدوبامين الطبيعي المقنن بدرجة معينة بيستقبلها المخ والجسم بشكل كويس وبتبقى بتجبع احتياج عميق احتياجي للتواصل الاجتماعي اللي بيقولوا عليه لايف المباشر تمام أتفقد الناس الأكثر تأثيرا بالحقيقة بتقول عليه ده هو الناس الانطوائية أو العزلية اللي بتجد من السوشال ميديا ملاز بيها في فكرة التعبير عن ذاتها الشرط يمكن شخص سوي طبيعي ويبعنده نفس العالم الكل ينزلق نحية تزود إدمان السوشال ميديا يعني مثلا في كتاب مصيادة التشتت بتاع فرانسيس بوث اتكلمت عن ايه ان الموضوع بيبتدي عن ان انا هواي نوت تراي لاتشا تعالى نجرب فيبدأ بقى انت تخش ان انت فضول الرؤية فضول المشاهدة فضول المتابعة وبعدين بعد كده يتحول الى ان هو متابعة اجبارية انت بتتبع غزبا عنك ما هو اصلا السوشال ميديا وتطبيقات الانترنت مبنية على تغذية الادمان عندك يعني عايز اقول لك ان ده بعد كده بيتحول من مجرد ان هو لاتشتراي لان انا بقيت عندي متابعة قهرية من يلا نجرب اجبارية اجبارية بعدين بعد كده بيتحول الى اجبارية ادكشن سلوك قهري اللي بنسميه زي اللي هو انت مش قادر خلاص انت وصلت محر انت مش قادر فبيحقق لبعض الناس ليه بعلقينه بيخاطب اولا السمى النرجسية اللي موجودة عندنا وحب الفة النظر ان فيه فرق بين السمى النرجسية الطبيعية وهي احدى قوانين الطبيعة البشرية ان احنا كلنا نرجسيين بدرجة ما الدرجة الامنة الصحية اللي تكمن فيه حب الزت وفيه التراب الشخصية النرجسية الذي ينطوي على عكس حب الزت كره الزت وعدم الاحساس بتقدير الزت فيقوم يبحث عن مصادر اخرى لتغذية هذه النرجسية وكمان هي يعني مثلا فيه فيلم انتج 2020 عن السوشال ديلماء اللي هي معضلة السوشال ميديا اتكلمت عن الناس اللي بيشتغلوا في الشركات دي كانوا بيعملوا تطويل للتقنيات هم بيطلعوا أسرار الشركات دي واللي احنا قاعدين بنطور التقنيات دي على انها تسيطر على المستخدم بحيث انه تجر او تسحب لمرحلة الادمان فيبقى مستخدم دائم طب هم بيستفيدوا قوي هم بيستفيدوا مش بس من الاعلانات مش بس من بيع المنتجات لكن هم بيبيعوا المستهلك نفسه المستهلك نفسه او بياناته الشخصية وتفاصيله وعدات مشاهداته وعدات ما يتعرض ليه مش بس البيانات اللي هو بيدخلها عن نفسه لا الاهتمامات استنباط سلوكه وتفكيره اللي بناء عليه يبدأ يظهر له الاشياء اللي بتخاطب ده فيسحبه اكتر ويحتفظ بيه متواجد اكتر ومستخدم اكتر لا ومش بس بتبقى الخطورة هنا بتكمن في فكرة الشخص هو انا لو جمعت الداتا دي والمعلومات الخاصة بيه شعب بالكامل في بلد ما انا عايز اقول لحضرتك انا عايز اقول لحضرتك ان هم كشفوا كمان ان المطورين بتوع البرامج دول بيعتمدوا على ترويج الاشياءات لان هم لقوا ان هم بيكسبوا منه اكثر ما بيكسبوا من بيع المنتجات والاعلانات صحيح لان الشائعة بتنتشف بسرعة رهيبة فبيلاقوا ان مثلا البوس ده فيه شائعة والناس بدأت ايه تتبع فيبتدوا وغزوه مش فيه ناس بتعمل سبونسر كده على بوس عشان يزود عدد مشاهدين ويزوج بيه امام اكبر نسبة حروبة الجيل الرابع دكتور اللي احنا منتحدث عنه فكرة بلين انت ما بقاش فيه ساحة للقتال فكرة اللي انا بغزو الشعب والشعب هو اللي بيضمر نفسه بنفسه بسيطر على الفكر بالضبط فيه كمان حاجة تانية كشفة عنها ان هم بيكونوا الخلايا الارهابية والمتطرفة بشكل غير واعي او غير مباشر ازاي انت عندك فكر معين فهو بيبتدي يزج في طريق كل البستات والافكار والبشر البيبول اللي معاك بيخطبوا نفس فكرك فتقوم انت تظني انك انت صاحبة الفكر الصحيح وان الفكر رائج ومنتشر فتبتدي تتظرفي اكتر وتتمسكي بيه اكتر فهم كشفوا في الفيلم ده عن خطورة السوشال ميديا لان هم نفسهم اضطروا او في الاخر وصلوا انهما بقوا هما كمان مدمين طيب لو احنا بوزنا بقى واللي حصل حصل خلاص الجيل لبعد كده لو عندنا ولادنا او لو عندنا الاقل في السن لسه ولسه بيجربوا هما دول هافي يوزرز او مستخدمين نشطين اكتر مننا لانهما عندهم حاجات احنا مش عارفينها في التكنولوجي او مش قادرين نتباحها بالسرعة اللي هما بيعملوها نلحق نعمل الموضوع ده ازاي من غير ما يؤثر على مهارتهم ان هما برضو بيناموا مهارتهم من خلال السوشل ميديا واحنا عارفين مع الاتجاه الرقمي ان احنا محتاجين ده امش بتنامي اي مهارات بالعكس فعلا جميع الكتب اللي اتكتبت والدراسات اثبتت انها على المقيد انها بتحفز سيكولوجية وقالية المخ للالهاء والتشتت صحيح وانه هي بتحفز فكرة التلقي المعلومات السطحية صحيح وبتقلل كفاءة الذاكرة طويلة المدى انت طول الوقت قاعدة زي ما بيقول نيكولاس كارف كتابه زي شالوز السطحيون ده كتاب مهم جدا بتكلم على كيف تؤثر السوشال ميديا والانترنت على ادمغتنا بتغير بنية الدماغ وبتخليه يستوع بمعلومات بطول ميل وعمق بوصة طيب الولاد اللي دايما المتمردين علينا وشايفين ان احنا بنقول اي كلام نقنحهم ازاي الحمية الرقمية من نوع المال ان نبتدي نقنن مثلا ايوة طبعا اولا هو بالنسبة للصغيرين مش المفروض ان انا عاود طفل من هو صغير ان يمسك الحاجات دي لان انا كده دمرت له الدوائر العصبية بتاعته بتبتدي تتحفز وبتعيد صياغة نفسها ان هي تخاطب هذا الاجباع السريع هذا الكذب للجراتيفيكيشن المتعة السهلة لان بطبيعة الدماغ على فكرة برضو علميا وسيكولوجيا الدماغ مصمم على انه كسول وانه بيعمل وفق مبدأ توفير الطاقة فهو عايز يستمتع وانت بتدي له متعة سريعة الا يخليه يدور على المتعة اللي فيها جهد وفيها بازل فالطفل خلينا في الطفل الطفل انا قادر اتحكم فيه وصغير لحد خمس وست وسبع سنين كمان انا مش المفروض اخلي ابني ده ينسكش موبايل ده اصلا ولا يتعرض لا يمسك بس يمسك مثلا لا بس القوانين بتقول ان سوشال بيديا مش المفروض يتعرض لها يعني لما تيجي تعملي اكاونت على فيسبوك بيقولك لازم تبقى عندك 18 سنة او على انتجرام ده هم بيزوروا التاريخ اه طبعا طبعا فانا الطفلة منعهم الاول ان انا كده ههيئه للادمان من البداية والعلاج من الادمان بيعتمد طبعا على الفترة انا بتعاطل هذا السلوك الادماني بقالي قد ايه فاذا كل ما كان الفترة طويلة كل ما كان الاقلاع عن هذا الادمان طويل طبعا الناس الكبار اللي هم سقطوا في الادمان وكلنا مدمنون بدرجة ما مطلوب ان احنا نعمل الحمية الرقمية ودي كتب كتير اتكلمت عنها اللي هي الديجيتال باننا حتى هم سموهم ديجيتال منيماليستس المتجردين من السوشال ميديا تبسيط انا احنا مطلوب ان انا يا دكتور دلوقتي اللي احنا نعمل حمية غذائية وحمية ايضا رقمية علشان نقدر نحافظ نعمل ده زي بقى بمستقبل هنعمل ده زي يمكن هناخد يعني من الفقرة اللي احنا قلنا من حضرتك كده واللي احنا استفدنا من حضرتك فكرة ما فيش حاجة ممنوعة الممنوعة مرغوب فكرة اللي انا امنع او اقنن لكن بي اضيق الحدود علشان خاطر ما يبقاش الحاجة مرغوبة وفيها افراط في الاستخدام بعد كده بسبب المنع وفي نفس الوقت اقدر اللي انا انا بعرف وبتعامل وبتعايش مع القلب ونقول بس بس بسرعة اقل من اول حاجة لابد ان يكون عندي الرغبة والارادة بدون الرغبة والارادة لا يمكن انك تقدر تعمل اي شيء تاني حاجة من ضمن الحاجات اللي بتساعد على ان انا بطل ادمان سوشال ميديا الاشعارات طف في كل الاشعارات لان اصلا السوشال ميديا مصممة على انك انت عندك هوس الاشعار وعندك مبنية على الفوم وظاهرة الفوم دي اللي هي خوف من انك تفكر انك هواتي الاشياء انها طول الوقت خير فانا خلاص هطفي الاشعارات عشان ما يبقاش عندي ظاهرة الفوم عشان ما يبقاش عندي تشتت وانتباه طول الوقت ابتدي ادخل انشطة غير تكنولوجية تعطيني الجراتيفيكيشن العميق والمنتد الصحي اللي بيحفز الدوبامين بالقدر المقنن العب رياضة اعمل لنفسي مفرزات الدوبامين الطبعية اللي كان بتاعت زمان اننا اتعرض للطبيعة اننا اتعامل مع بشر لا يمكن يكون التعرض مع بشر طبيعيين او فيس توفيس زي السوشال ميديا اطلاقا احنا منشكرك دكتورة مونة على هذه المعلومات القيمة واكيد لنا لقاءات متعددة في هذا الملف موضوع كبير جدا على فكرة الموضوع في غاية الاهمية بالتأكيد دكتورة مونة حمدي استشاري الصحة النفسية شكرا لوجودك معنا في صباح الخريفة احنا منشك اشتركوا في القناة